الآن ينضم إلينا من تول كرم مراسلنا من هناك حافظ أبو صبرة أرحب بك حافظ إذن أحداث كبيرة اليوم في الضفة الغربية دعنا نبدأ من عملية شمال رام الله ما هي آخر التداعيات التي ترصدها؟ يعني قوات الاحتلال اقتحمت منزل عائلة منفذ العملية وهو من قرية رفات إلى الغرب من مدينة القدس المحتلة على الحدود الفاصلة ما بين القدس ورام الله وسط الضفة الغربية المحتلة اقتحم منزل عائلة الشهيد وقوات الاحتلال العالمي يبدو أنها أخذت قياسات هذا المنزل تمهيدا لهدمه تماما كما يحدث مع كل منفذي العمليات الفدائية الفلسطينية وما حدث مع هذا الأسير عفوا وليس الشهيد حيث أنه أصيب بجروح ما بين المتوسطة والخطيرة ونقل إلى مستشفى هداسة في الداخل المحتلة بتحديد في مدينة القدس هذا ما يحدث دوما مع كل منفذي العمليات يتم اقتحام منازلهم واعتقال أقاربهم وأخذ قياسات منازل عائلاتهم تمهيدا لهدمها في سياق سياسة العقاب الجماعي المتبعة بحق الفلسطينيين من عائلات الأسرة والشهداء ومن الفلسطينيين الذين يعتبرون اليوم حاضنة شعبية للمقاومة الفلسطينية نعم حافظ الآن اسمح لنا أن ننتقل إلى طوباص وطول كرم كيف يمكن وصف الأوضاع هناك؟ سنبدأ من طول كرم حيث أتواجد عند المدخل الرئيسي لمخيم طول كرم إلى الوسط من المدينة وهنا قوات الاحتلال تواصل عمليات التدمير والتجريف بشكل كبير وضخم في ما يتعلق بالبنية التحتية شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الصرف الصحي وأثناء ذلك تمارس حصارا كبيرا بحق المخيم مشددا بشكل لا يسمح للمواطنين الخروج من منازلهم في كل أحياء المخيم تتواجد قوات الاحتلال وتنفذ عمليات مداهمة لمنازل المواطنين في هذه الأثناء تتركز عمليات الاحتلال كما تشاهدون في الصورة في منطقة الشارع الرئيسي المؤدي صوب الصحة الرئيسية للمخيم حيث منطقة شارع المدارس وعيادة وكالة الغوث الصحية داخل منطقة الساحة الرئيسية عمليات مداهمة للمنازل على وقع هذا الدمار الكبير الذي تظهره الصورة بعد تجريف الشارع بشكل جديد بعد كل التجريفات التي حدثت خلال الاقتحامات السابقة التي بدأت منذ ما قبل السابع من أكتوبر عمليات الاحتلال لا تقتصر فقط على منطقة الساحة الرئيسية بل تطال عدد من الأحارات والأحياء في جنوب وشرق وشمال المخيم وهذا يعني أن المواطنين محاصرين داخل منازلهم وسط ظروف صعبة في ظل استمرار العملية العسكرية أو الاجتياح لليوم الثاني على التوالي وهذا الاجتياح يأتي في سياق عملية عسكرية موسعة أعلن عن انطلاقتها مع نهاية الشهر الماضي ومتزال متواصلة بحق ثلاثة من محافظات الضفة الغربية في هذه الأثناء العملية تشهدها محافظتي طول كرم وطوباص بعد أن انتهت الجمعة الماضية في جنين وحصيلة الشهداء منذ يوم أمس سبعة شهداء اثنان هنا في طول كرم شهيد وشهيدة برصاص قناصة إسرائيليين في داخل أحياء المخيم وخمسة شهداء ارتقوا في قصف نفذته مسيرة قرب مسجد التوحيد في وسط مدينة طوباص وهذا القصف طال شبان فلسطينيين كانوا يجلسون عند صلاة الفجر قبل أدائهم للصلاة في محيط المسجد وكانوا ينتظرون أداء صلاة الفجر مع الأذان قصفتهم طائرة مسيرة ومنعت الطواقم الطبية من الوصول إليهم بعد أن ظلت تحلق على مسافة منخفضة فوق عملية أو فوق موقع القصف ما ظن من خلاله الفلسطينيون من مواطنيين أو مسعفين بأن هناك قصف آخر تماما كما حدث فجر الخميس الماضي عندما اغتيل خمسة فلسطينيين آخرين بقصف طائرة مسيرة عبر ثلاثة صواريخ الذي حدث فجر اليوم صاروخ واحد أدى لارتقاء الشهداء الخمسة ومنعت مركبات الإسعاف من الوصول إلى المستشفى التركي عبر نقل جثامينهم بعد أن اقتحمت قوات الاحتلال رفاه مدينة طوباس وفرضت نظام منع التجول وكانت تطلق الرصاص عبر قناصة إسرائيليين في أعالي البنايات أو في جبات الاحتلال العسكرية صوبة كل ما يتحرك على الأرض هذا الواقع ما زال حتى هذه اللحظة موجود في طوباس وهنا داخل مخيم طول كرم أما خارج المخيم في مدينة طول كرم فالاحتلال يسير جبات وآليات عسكرية في محيط المدينة في الشوارع الرئيسية وكان صبيحة اليوم جرف منطقة دوار شويكي هذا الدوار الرئيسي وسط المدينة ويأتي تدميره في سياق تدمير كل المفترقات الرئيسية في المدن التي طالها اقتحام الاحتلال حتى هذه اللحظة شكرا جزيلا لك مراسلنا من طول كرم حافظ أبو صبر على هذه التفاصيل لك مننا جزيلا شكرا